طلب مواطنون في محافظة الطفيلة وزارة الصحة بالإسراع في إنشاء المستشفى المدني الذي كان جلالة الملك أوعز بتأسيسه قبل نحو خمس سنوات للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لقاطني المحافظة تساؤلات مستمرة يطرحها المواطنون في محافظة الطفيلة عن أسباب تأخر وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى بالبدء في تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى الطفيلة المدني الذي أوعز جلالة الملك عبد الله الثاني بإنشائه خلال زيارته للمحافظة عام 2011 ليكون رديفاً للمستشفى الوحيد في المحافظة وهو مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري محافظة طفيلة بحاجة ماسة جداً لمستشفى مدني رديف لمستشفى العسكري رديف فمثل ما بنعرف تعرفوا أنتم أن المواطن بدفع ثمن باهظ حتى يروح يراجع الكركة المستشفى تلك الكركة المستشفى المدني في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لهم لا سيما وأن المستشفى العسكري يشهد ازدحاماً مستمراً بالمراجعين الذين يضطر بعضهم للانتقال إلى مستشفيات تقع في محافظات مجاورة أو العاصمة عمان ليتمكنوا من تلقي العلاج بشكل أفضل نظراً لوجود مستشفى واحد في الطفيل هو المستشفى الأمير زيد العسكري كلهم يشكلوا هذا الضغط على هذا المستشفى بأدى لضعف فيه الأداء لأن لا يعقل الدكتور يعالج 60 حالي إلى 80 حالي في يوم الواحد يكونوا على مستوى الأداء فكان ضرورة مرحى وجود مستشفى مدني مدير صحة الطفيلة الدكتور غازي لمرايا تأكد من جهته أن وزارة الأشغال العامة والإسكان بصدد طرح عطاء تنفيذ مشروع المستشفى الجديد بعد أن فرغت وزارة الصحة من إعداد تصميمات المشروع واستملاك قطعة أرض في منطقة العيس تم استملاك قطعة أرض بمساحة 31 دون مولص وكذلك تم طرح العطاءات عطاءات التصاميم وبسعة 150 سرير 100 سرير يعني يمكن تشغيلها فوراً و50 سرير احتياط وتم تدقيق هذه التصاميم في وزارة الأشغال العامة والآن جميع الوثائق موجودة لدى وزارة الأشغال العامة وبانتظار طرح العطاء في القريب العاجل إن شاء الله وعود مستمرة بإنشاء المستشفى يأمل المواطنون بالإسراع في تنفيذها وطي صفحة مماطلة استمرت خمس سنوات على حد تعبيرهم اشتركوا في القناة المترجم للقناة